اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن والأثر اقرأ القرآن والأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة القيامة وسميت بذلك لأنها تقرع قلوب الكفار بأهوالها نسأل الله السلامة ثم قال الله عز وجل ما القارعة وهذا استفهام المراد به التهويل ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما القارعة وهذا استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأن القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ومعنى المبثوث المتفرق المنتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش شبه الله عز وجل الجبال بالعهن المنفوش العهن هو الصوف المصبوه ألوانا فشبهت الجبال به لأنها ألوان وشبهت بالمنفوش من الصوف لتفرق أجزائها يوم القيامة ثم قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي في عيشة مرضية والمراد في الجنة وأما من خفت موازينه المراد به الكافر فالكافر ليس له في الآخرة حسنات الله سبحانه وتعالى قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فأمه هاوية أي مصيره إلى النار فهو يهوي في جهنم مع بعد قعرها أمه أي مستقره ومسكنه إذ لا مأوى له ولا مسكن له غير النار وما أدراك ما هيه نار حامية أي هي نار حامية شديدة الحرارة بلغت النهاية في الحرارة أجارنا الله تعالى جميعا منها والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم